أفريقي لتحقيق نتيجة إيجابية تقربه من حجز مقعدا في دور الثمانية من كأس الاتحاد الأفريقي وذلك عندما ينزل ضيفا على شركه في صدرة المجموعة الثالثة دريمز الغانية من أجل وضع قدم في الدور ربع نهائي من كأس الكاف قبل جولة من نهاية سباق دور المجموعات سيسعى النادي الأفريقي بقيادة مدربه الجديد المنظر الكبير لتحقيق نتيجة إيجابية عندما ينزل ضيفا على شركه في الصدرة دريمز الغني قبل استضافة الحلقة الأضعف في المجموعة أكاديميكا الأنجولي لحساب الجولة الأخيرة جينا في فترة محساسة من الموزم مش نخدمه عملنا اللي تاديليو شفنا وضعية اللاعبين على المستوى تكل شفنا المجموعة عملنا برنامج متعامل مش نبدأهم الأسبوع ذا بالمقابلة الرسمية نسكوا الشعارين بالليشنو ينتظر فينا وإن شاء الله ربي وفقنا ونوصلوا إلى أهداف متاعنا إن شاء الله بعد أسبوعين من العمل مع الفريق الذي يعرف شل لعبه يعد النجاح في المسابقة القرية أولوية بالنسبة للمنظر الكبير وأحد أهم الأهداف التي تم الاتفاق عليها مع إدارة النادي والخطوة الأولى في مشروع المدرب الجديد للنادي الأفريقي ستبدأ بمواجهة دريمز في غانا المقابلة هذه نزمنا نمشيولها بفكر بش نربحه بش نربح ناش نتعادله اللاعبين كل شعارين بالشي هذا لكن شورط النجاح واضحة شورط النجاح يجب أن تكون فيها عقلية مع الناس بشتابة تتخاطل فوق الميدان مع الناس بشكون الناس منضبطين لعدنا ضد دريمز في الذهاب ونعرف جيدا حصال هذا الفريق وأيضا نقاط ضعفه نحن أيضا أدركنا أخطاءنا ونعمل مع المدرب على تحسين الأداء وذلك من أجل العودة بنقاط الفوز من غانا بالذات ريح التغيير هبت داخل النادي الأحمر والأبيض للعاصمة التونسية بقدوم المدرب المنظر الكبير بهدف العودة من غانا بنتيجة إيجابية تقرب النادي الإفريقي من حجز بطاقة العبور للدور القادم في كأس الكونفيدرالية الإفريقية نافع بن عشور بإين سبورتز تونس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر